أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضفنا في هذه الفقرة وإحنا اللي ديوف عنده النهاردة الحقيقة لأنه أستاذ كبير الحقيقة الأستاذ المخرج الكبير أستاذ محمد فاروق ووالد طبعا صديقتنا العزيزة وبطلتنا الكبيرة الأستاذة والكابتن جيانا فاروق أنا خدت على الأستاذة والكابتن إذا حضرتك فانت مشرف سعادة بيوجود حضرتك معا أنا أسعد طبعا بنا أخليك ويعني شرف لنا أن حضرتك تكون معانا على الهول أخليك يا حبيب أخبر حضرتك إيه الحمد لله كله كويس كله تمام عجبك الشغل ولا لا الشغل زي الفل بجد عشان نجيبه وقدم حضرتك هنا إيه رأي في تطويف يعني لا فيه شكل جديد للقناة الألي فعلا أنا فخر نادي الألي فعلا يعني فيه تطويف وفيه حاجات بنا أخليك يا فانت وجيانا فخر لنا برضو وفخر لحضرتك الحمد لله عدرتك الأساس طبعا طبعا أنا فخر بيها جدا وبإصراها ويا صاحبي وقلبي يعني طبعا 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 عندك يعني مين تاني عندي نيرفانة برضي لابد كراتي بس ما استمرتش وعندي كابتن طيار أحمد وده كان بطل عالم في الكراتي الله أه بس بعد ما دخل بقى الطيران ومنفعش طيار بقى واخد يعني جيانا يا ما عنيها ورميت ويا ما افتح معه شيء ويا ما افتح معه كده يعني حكي لنا حكي لنا لا يا شافت كتير واحنا شفنا كتير كمان يعني دهارة احنا كنا بنخاف ان احنا نقول انها مصابة أوكي لا حسنا ما تبقاش في المنتخب ما تبقاش في كان العلاج بيبقى بره وكان العلاج بيبقى بشكل شخصي وعلى نفقتنا احنا وسري ومنقش انها مصابة لا شافت كتير لا 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 احنا شفنا وهي شافت بصراحة لا شافت حضراك اشتغلت مع أسدزة كبيرة جدا أستاذ محمد فاضل أستاذ سامير سيف أستاذ زيحي العلم أستاذ عسين كمال أستاذ خالد بهجة أستاذنا العمدة صلاح السعداني أستاذ فؤاد مهندسة أستاذ أبو بكر عزت أستاذ محمود عبد العزيز أستاذ نبيل عبد أستاذ معالي زايد أسماء كبيرة جدا كنتوا بتشوفوا الناس دي بابا كان فاصلنا شوية عن الحتة دي يمكن روحت مثلا مرة أو مرتين معاه في حياتك فضول بس يعني عشان كنت بحب أنكل صلاح السعداني فمرة بابا أخذني معاه علشان بس خاطر أسلم عليه وخلاص على كده كان بابا شوية فاصلنا عن حتة شغله طب آه لأنه أنت بيبقى عندك فضول لأن انت تشوفي يعني أصل دي أسماء يعني دي أسماء تهز يعني تهز بلاد يعني أستاذ راح السعداني العمدة والأستاذ فؤاد يعني أسماء كلها أسماء كبيرة جدا نجوم في الدراما ما كانش يبقى عندك فضول لأن انت عايز بروح تسلمي عن ماس دي والله كان بيبقى عندي بس كنت بنام بدري بقى عشان عندنا مدرسة الصبح حبوبا كان بيصهر بالشغل وانا منام بدري يالله يعني أفندي أعتقد أسماء كبيرة جدا قدرت تقدر تفصل ما بين العيلة وما بين الشغل في هذا الأمر والله هو كانت يديت كان مبدأ عندي يعني علشان شغلتنا شغلنا صعبة طبعا وانت سعى التكاف طبعا صعبة جدا وتوتر وضغط عصبي فما كنتش بحب أن أقلدها في البيت يعني بمجرد أن أنا مجرد أن أنا أقفل مفتاحة العربية وطلع البيت بسيب كل المشاكل خلاص أه البيت منوش منوش علاقة منوش علاقة طبعا الحمد لله قدر ربنا يوفقني في الفترة الكبيرة ديت من 82 تعيبا لغاية دلوقتي أن أنا أفصل البيت لا البيت ده بيت يعني ولدي بقى أنا عايح البيت لا محتاجة هي مشكلة أحلها أعود معهم مع الأسرة كده لكن شغلي لأ أفصل ده أن تدخل تماما يعني معهم ما أمش ممكن مرة زي ما قالت كده لأن طبعا العمدة ده حبيب قلب الله دي بالصحة والعافية يا أبو ويش فيه ده حبيب قلبي طبعا ده حبيبنا كلنا وحبيب كل الألوية وكان مبارك حبيبي الله يبحانه برد وستاذ محمود عبدالعزيزي ممكن قد أنا أوقات كثيرة جدا مع بعض يعني نعم والغاية فترة جميلة جدا كنت أحب أزوره ويبقى فيه تلفونات بيننا وستاذ صبحي طبعا طبعا أسماء كبيرة جدا سيد محمد ورا ولا قدام الكاميرا إيه الأصعب لا قدام الكاميرا أنا منك لا ترعش يعني الله أعلم أنا فيها أي دلوقتي لكن قدام الكاميرا لا دي شغلتي أوكي أه لا طبعا قدام الكاميرا مقدمة أه لا كاميرا وحش أه اللي بيعود قصادها ده لازم موهبة من عند الله سبحانه وتعالى وحضور وكارزمة لا فيهم وصفات كثيرة جدا 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 للقصاد الكاميرا مش موجودة فيها طبعا ولو إن الملك فيهم من أيام الله يبحانه فهيت شاو أعرض علي أنني لازم أشتغل معاه ومثل هو هنسم برضو خلي بالقاء أه بابا يعني أه بابا يعني فضحي بكل حيات الوالد يعكسوا مني صحابي